تحت رعايتي وحضوري سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة شهدت صالة البيت متوحد بمنطقة الجزيرة الحمرة برأس الخيمة مساء اليوم عرسا جماعيا لخمسين عريسا بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة بهذه المناسبة أبناء الوطن من العرسان وتمنى لهم بناء أسرة سعيدة متماسكة بإرث الوطن وعاداته وتقاليده يسهم أبناؤه في بناء الوطن وتعزيز مسيرته المظفرة